ننتقل إلى صحيفة سودان تريبيون ومنها نقرى مدير جابعات سودانية يطرحون خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تفاصيل الخبر يرتب مدير 12 جامعة في السودان لطرح إعلان سياسي جديد لإنهاء الأزمة في البلاد تقرر أن يكون الثامن من مرسل جاري موعداً لعقد ملتقاً لتجميع كل المبادرات السياسية وطرح خارطة طريق موحدة لإنجاح الفترة الانتقالية كشفها مدير جامعة الجزيرة محمد طه في مؤتمر صحفيهم الثلاثة عن أن مبادرة مديري الجامعات تهدف لضم كل المبادرات المطروحة في مصفوفة واحدة وتشمل محاور الاستحقاقات الدستورية والقانونية والسلام عبر وثيقة جديدة تشارك فيها كل القوى السياسية وتهدف لإيجاد حل مقبول للأزمة السياسية وفداً المبادرة وجدت القبول من الأحزاب السياسية ولجان المقاومة وقادة منظمة المجتمع المدني لحياديتها بعد أن عقدت أكثر من مائة اجتماع مع الفعاليات السياسية المختلفة بداية كيف تقرأ الطروحات التي تقدمها أو يقدمها ساتذة الجامعات قدمت عدة مبادرات لكن للأسف لم نرى منها على أرض الواقع عيشهي بقيت حبراً على وارق تكرر هذا الموضوع كثيراً تحديداً مبادرة مدرات الجامعات السودانية تختلف عن مبادرات أخرى مطروحة مثل مبادرة ساتذة جامعة الخرطوم أو خارطة الطريق حزب الأمة الغومي التي قدمها بأنها نفزت إلى أس الأزمة وحاولت وضع مغاربات لحلها لكن على حد علمي أن الاتحاد الأفريقي وبالتنسيغ مع بعثة الأمم المتحدة يونيتامس في الخرطوم يحاول أن يجمع هذه المبادرات الوطنية لأنه في تغارب لما نشوف كل المبادرات المطروحة بتتناول عدد من الغضايا وبتستخدم لها أدوات للحلول تكاد تكون متشابهة لاختلافات نسبة حسب الخبراء إنها لا تتعدى 10% لاختلافات الخلافة لكن 90% من الغضايا التي تطرح هذه المبادرات متفق عليها للخروج من نفق الأزمة السياسية نعم هل من الممكن أن تمثل هذه المبادرة فعلا مخرجا سياسيا واحدة من الوسائل الممكن تمثل مخرج لأنه الآن يبدو أن الأزمة فعلا السياسية استحكمت أمسكت بتلابيب المواطن السوداني اقتصاديا واجتماعيا أثرت على معيشة الناس بصورة كبيرة بالتالي ربما تمثل هذه المبادرة واحدة من وسائل الخروج من هذه الأزمة تجميع المبادرات في مصفوفة واحدة هذا الأمر يحتاج إلى وقت زمني طويل أضيف إلى ذلك أن هذه المبادرات هل ستجد القبول من الأطراف السياسية؟ ربما تجد الغبول جزء الثاني من السؤال ولكن جمعها في مصفوفة واحدة أنا أفتكر أن هذا الجهد يغامت به بحثة الأمم المتحدة هي التغط بهذه المبادرات كلها بالقوى السياسية، باللجان المقاومة، بمنظمات المجتمع المدني فتكات تكون قدرة تصل إلى نغاطة الاتفاق والاختلاف في هذه المبادرات الأمر المهم أن بعثة الأمم المتحدة نفسها بعد أن هذا الجزء الأول من عملها والذي هو المشاورات التي استمرت خمسة سابيع ستتحول الآن إلى الجزء الثاني من مهمتها بعد هذه المشاورات أن تأخذ ما اتفق عليه واختلف فيه في مائدة مستديرة لجان المقاومة ووقفها المعلن ترفض تماما الحوار مع المكون العسكري كيف يمكن تحقيق مصفوفة واتفق عليها مع إبعاد الجانب العسكري؟ يعني ممكن تكون فيه مفاوضات غير مباشرة نعم لا نجلس مع بعض لكن تكون فيه مفاوضات عبر وسط أنا بفتكر أنه لجان المقاومة أعلنت هذا الموظف مبكرا لكن أكرر أن الغوة السياسية يجب أن تكون عليها دوات للحل ما هي أي حلول ما بتوفر دماء السودانيين بتصبح منافذة يعني بتوجب على الغوة السياسية أنها تكف أيدي العنف المفرط الدماء البنادغ التي بحلول أيها لجان المقاومة ترفض التفاوض لكن الغوة السياسية هي التي تتحرك في الملعب نعم طيب دائما في الحديث عن مثل هذه المبادرات تحديدا تبادر إلى ذهن القارئ أو المستمع الكريم بأن الجوانب المطلوب منها أن تتبنى هذه المبادرات وتسقل على أرض الواقع سواء القوة السياسية أو لجان المقاومة أو حتى المكون العسكري لا تبدي تفاعلا دائما تجاه هذه المبادرات من الواضح أن المبادرة بتاعت مدراء الجامعات السودانية تحديدا وخليني هنا أشكر الغايمين عليها كلهم بروفيسر قاسم بدري وبروفيسر محمد طه التغوا بالقوة السياسية وأخذوا منها موافقات موثقة ما كل الغوة السياسية لجان المقاومة أيضا بعضهم التغوا بهم وهناك تسريبات عن أن هناك لغات أيضا بالمكون العسكري المجتمع الدولي أيضا أحيط علما بهذه المبادرة لكن أعتقد أن الإسكوب الأوسع أو المنظار الأوسع سيكون عبر الاتحاد الأفريقي وبحثة الأمم المتحدة بالشراكة مع هذه المبادرات ألا ترى أن مثل هذه المبادرات هي ممكن أن تعقد الأزمة أكثر من أن تحلها؟ يعني الأزمة عقدت إلى طريقة لا يوجد أي شخص يستطيع أن يعقد أكثر من ما يحدث يعني الآن نحن في حالة فرق سياسي منذ 14 وما عندنا رئيس وزراء مثلا بعد استغالة الدكتورة عبدالله حمدوك في ديسمبر أو في يناير لا يوجد رئيس وزراء قبل أصنامه كان في الإغامة الجبرية غائمة الأسماء التي رشحت لرأسة الوزارة واعتذرت عددهم كم دي بوريك أن الأزمة السياسية مستفحلة قدرشنو السودان دوليا أيضا إغافة المساعدات الاقتصادية وغيرها داخليا الأزمة دي بواضحة لأنه المواكب المليونية منذ 25 من أكتوبر حتى يوم الناس هذا فاغت الـ 25 مليونية دي مازالة صعبة